اشتركوا في القناة النهاردة ان شاء الله هدفنا نعرف نواتج الميل ناتج الميل ده ايه دلالته لما تيجي تحسب الميل هيطلع معاك ناتج من اربعة ممكن الناتج يكون موجب ممكن يكون سالب ممكن يكون بصفر ممكن يكون غير معروف تعالى نمسك اول حاجة الميل اللي بالموجب تعالى نشوفه في مثال كده لو انا معايا نقطتين واحد واثنين وتلاتة واربعة تعالى نحسب الميل الميل فرق الصادات على فرق السينات طلع الناتج بيساوي واحد ايه دلالة الناتج لما يكون بالموجب قالك معناه ان المستقيم ده مائل بزاوية حادة يعني الميل بيصنع زاوية حادة مع محور السينات واتفقنا الحصة اللي فاتت ازاي نجيبها قلنا عن طريق شيف تتان ونكتب الناتج اللي طلع هيطلع معاك الزاوية 45 ولو الناتج كان طلع معاك بالسالب تعالى نشوف مثال لو معايا نقطة واحد واثنين ونقطة اثنين وصفر تعالى نحسبه كده الميل يا استاذ هنا طلع بيساوي سالب واحد ايه دللته دللته ان المستقيم ده بيصنع مع محور السينات زاوية منفرجة ولو كنا عايزين نجيب قياسة بعد ما حسبنا الميل كنا بنيجي شيفت تان على الحزبة ونضغط يساوي وقلنا الحصة اللي فاتت ان ممكن الناتج يكون بالموجب وبالسالب لو الناتج طلع معاك على الحزبة بالسالب لازم تضيف عليه 180 لما زاودنا المية وتمانين طلع الناتج بيساوي 135 يبقى المستقيم ده بيصنع مع محور السينات زاوية منفرجة قياسها 135 درجة ده دلالة الموجب ودلالة السلم تعالى نشوف ايه دلالة الصفر لو انت بتحسب الميل وطلع معاك صفر معاك نقطتين وليكن ان النقطتين دول اثنين وثلاثة وكمان ثلاثة وثلاثة تعالى كده نجيب الملمة بينهم فرق الصادات على فرق السينات ثلاثة ناقص ثلاثة على اثنين ناقص ثلاثة طلع صفر على واحد ده بيساوي صفر دلالته ان المستقيم ده بيوازي محور السينات ده مستقيم بيوازي محور السينات تعالى فهمك ليه انت مش معاك النقطتين تعالى نشوف على الشبكة كده رسمتهم ازاي ده الشبكة ودول النقطتين لما مثلناهم وصل ما بينهم كده لما وصلنا الدهن مستقيم بيوازي محور السينات عشان كده قالك لو انت معاك نقطتين حسبت منهم الميل وطلع بصفر ده بيمثل مستقيم بيوازي محور السينات وخلي بالك المستقيم اللي ميله بيطلع بصفر ممكن نقول عليه وفقي وفقي يعني بيوازي محور السينات اخر حاجة هو ايه الميل الغير معروف ده الناتج بتاعه بيكون رقم على صفر بتيجي وانت بتحسب الميل بتلاقي الناتج طلع رقم على صفر مثال معايا نقطة اتنين وثلاثة واثنين واربعة تعالى نجيب الميل كده فرق الصادات على فرق السينات اربع نقص ثلاثة على اتنين نقص اتنين طلع بيساوي واحد على صفر واحد على صفر ده غير معروف لو جانا نمثله النقطة دول تعالى نمثلهم كده واصل الخط اللي ما بينهم طلع مستقيم بيوازي محور الصادات فعشان كده قالهم ان الميل اللي يطلع غير معروف ده دلالته انه هو مستقيم بيوازي محور الصادات وبنسميه مستقيم رأسي يعني المستقيم الرأسي هو اللي بيوازي محور الصادات وميله غير معروف كنا بنطلع الكلام ده إزاي من المعادلات تعال نشوف المعادلتين دول كده معايا صد بتساوي 5 وصد بتساوي 4 عاوز الميل هنا والميل هنا وإيه دلالة كل واحد منهم لو معايا صد بتساوي 5 تعال طلع الميل دي معادلة كان القانون معامل سين على معامل صاد ما فيه سين يا أستاذ تمام يبقى صفر على واحد طلع الناتج هنا بصفر يبقى ده مستقيم أفقي بيوازي محور السينات وبيقطع محور الصادات عند الخمسة ده معناه طب تعال نشوف المستقيم سين بتساوي 4 جينا يا أستاذ نطلع الميل قلنا معامل سين في سين موجودة بواحد على معامل صاد صفر ما فيه صاد خلاص يبقى هنا غير معروف وده بيمثل مستقيم بيوازي محور الصادات وبيقطع السين عند 4 في الحلقة الجاية إن شاء الله هناخد إيه هو شرط التوازي وإيه هو شرط التعامد وإزاي بتتعامل معاهم وبتطلعهم أتمنى أن أكون فيتك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة